السلام عليكم معاكم تطرحات جربتي تدي لابنك العصير الاخضر العصير الاخضر ده عصير صحي جدا مفيد جدا للطفل لو ادي تيه للطفل هتلاقي نتائج هيلة قوي في صحة الطفل غير ان اللول الاخضر بيبقى لون صحي يعني دايما اللول الاخضر في الاكل علامة على الاكل الصحي عشان كده دايما بنحط في المطابق الوان خضراء ده بيبقى دليل ان العادات الصحية بتاعتنا كويسة تابع معايا الفيديو ده هقولك ايه هو العصير الاخضر وايه فيديته للطفل في الاول بقى ياريت تشتركي في القناة بتاعت اليوتيوب لو انت لسه مشتركتيش لحد دلوقتي ولو انت معانا على الفيسبوك اعملانا فلو للصفحة العصير اللي هنتكلم عنه النهاردة طعم حلو جدا وفعيده كبيرة طعم الحلو ده بيخلي طفلك غالبا ما بيرفضهوش غير ان الفاكهة اللي بتتحط فيها العصير ديت نقدر ناديها للأطفال من سن صغير لان نقدر ناديها للأطفال من عمر 6 شهور هنتكلم بقى عن مكونات العصير ده بيتكون من ايه وفعيدة لطفلك بيكون ايه اول حاجة بيتكون منها العصير ده الاناناس طبعا احنا عارفين ان فاكهة الاناناس دي من الفواكه الاستوائية طعمها حلو جدا بس فويدة كتير قوي اول حاجة انها بتعزز الجهاز منها بتاع الطفل تعارفة ان الاناناس فيه تقريبا منص الحصة اليومية اللي بيحتاجها جسم طفلك من بيتامين سي عشان كده بتعتبر الاناناس دي من اهم الاخذية او من اهم الفاكهة اللي بيكون مصدر اساسي البيتامين سي البيتامين سي ده من الحاجات اللي بتخلي الجهاز المناعة بتاع الاطفال يشتغل كويس بتخلي كرات الدم البيضة تشتغل كويس بتخلي فيها مضادات اجسادة وبتخلي مناعة جسم الطفلك كويسة جدا دي اول حاجة تاني حاجة الاناناس برضو بيساعد على التقام الجروح يعني مثلا الطفل لو قدر الله اتعور او حاجة زي كده لما بنديره الاناناس بيبقى مهمة جدا عشان الجروح دي تتلقم بيتامين سي بيبقى مهم لتكوين الكولاجون اللي بيخلي الجروح يحصل فيها التقام بسرعة عشان كده لما بتدي الاطفال الاخذية اللي فيها بيتامين سي الجرح ده بيلن بسرعة تالت حاجة بيكون الاناناس من الحاجات المهمة جدا عشان صحة الجهاز الهضمي بيبقى فيه نسبة كبيرة من الالياف بتخلي صحة المعدة والهمعاء كويسة بتخلي الاخراج عند الطفل كويس بتخلي صحة الجهاز الهضمي كويسة رابع حاجة الاناناس من الحاجات اللي بتحمي الطفل من السلطانات والامراض الوحشة اللي بقت منتشرة اول فترة الاخرانية دي عشان مضادات الاكسادة اللي بتبقى موجودة فيها بتساعد ان الجسم دايما يكون نظيف من السموم اللي بتبقى موجودة فيه خامس حاجة الاناناس ده بيكون من الحاجات المهمة لصحة عظام ومفاصل الطفل تقريبا 75% بتكون موجودة في الاناناس شوف انت بقى لما الطفل هيكل مانجانيس بقى شوفي بقى هيحصل له ايه المانجانيس ده بيبقى من الحاجات المهمة جدا عشان صحة العظم بتاع الاطفال حتى انت لو كانت الحاجات اللي فيها مانجانيس زي الاناناس بتحميك من هشاشة العظام والتهابات المفاصل واه يا ظهري ويا ظهرك ايه عوض ويا جنابك ايه عوض هيريح جسمك بنسبة كبيرة يعني انت كمان ممكن تاكل الاناس مع الطفل هيخلي العظم بتاعك كويس كمان سادس حاجة القناة ناس بيكون كويس عشان صحة الفم عشان بيكون برضو زيما ايه اخوالنا مضادات اكسادة دي بتبقى كويسه عشان صحة اللسة بتاع الطفل والاسنان وتخفي صاحة الفم بتاع الطفل كويس وبرضو من الحاجات البتاوي النظر عند الاففال عشان بيبقى فيه ناسة علية من mengghas aproximadamente اللي هو الفيتية الكاروتين ده بيخلى للي صحة بتاعة العين بتاع الطفل كويسه بيخلي الإبصار بتاع الطفل كويس تامن حاجة وآخر حاجة زي ما قلنا إن عشان نسبة فيتامين سي اللي عالية بيساعد بنسبة كبيرة في علاج دوار البرد والكوحة والكلام ده لأطفال اللي بيكون عندهم برد أو كوحة وبندلهم حاجات فيها فيتامين سي الدور عندهم بيخلص بسرعة وما بيتكررش معانا كل فترة فعشان كده فوايد الأنانات زي ما قلنا هوايد كبيرة جدا وده المركب الأولاني في العصير بتاع النهاردة العنصر الثاني اللي موجود في العصير بتاع النهاردة الكيوي يمكن اتكلمنا في فيديوهات قبل كده عن الكيوي بقولنا قبل ايه هو مفيد بالنسبة لأطفال الكيوي من الحاجات اللي برضو نفس الكلام بيكون فيها نسبة عالية جدا من الألياف بتحسن الهضمة عند الطفل وبتخلي الطفل اللي عنده إمشاك أو حاجة زي كده الإخراج عنده يكون كويس غير إن بيكون في نسبة عالية من فيتامين سي بتحسن المناعة بتاع الطفل زي ما قلنا من شوية غير إن النسبة فيتامين سي اللي موجودة في الكيوي أو الألناز بتخلي انتصاص الحديد للجسم أو بتخلي انتصاص الجسم للحديد بيكون بنسبة كويسة جدا يعني إحنا لو خدنا العصير ده وكلنا واجبة بعد كده بيبقى فيها نسبة حديدة عالية نسبة انتصاص الجسم للحديد اللي موجود في الأكل ده بيكون مفيد جدا جدا بيكون بكمية كبيرة جدا جدا بسبب فيتامين سي اللي احنا مديينه في العصير اللي احنا اتكلمنا عليه برضو بيكون فيه بيتا كاروتين بيحسن الجلد بتاع الأفوال وبيحسن العين بتاعة الأفوال وبيحسن النظر بتاع الأفوال بيبقى فيهم ضدات أكسادة بيكون فيه فوايد كتير جداً الكيوي برضو زي الأنناس لما بنعمل العصير بقى أنناس بالكيوي أو كيوي بالأنناس بيكونوا فيه جداً للطفل بنجيب سمرة من الكيوي وبنقشرها خالص وبنجيب قطعة من الأنناس بنقطع الحاجات دا تقطع وبنحطها في الخلاط ونزود عليها شوية ميا ونبدأ نعصرهم ونديهم للطفل لو طفلة تحت السنة ما بنضيفش إضافات بنخليها كده بس لو طفل أكبر من السنة ممكن تحطي عليها عسل نحل اللي هو عايز هي في العادي كده طعمها كويس يعني ممكن الطفل يبدأ يشربها بنسبة كويسة من غير تحلية لو طفل عايز تحلية أكتر ممكن نحليها بعسل نحل وحاول تديها للطفل بصفة يومية هتبقى مفيدة جدا هتساعد إن شعيته تتحسن هتساعد إن الحيوية بتاعة الطفل يتحسن الجمال والنظرة بتاعة الطفل هتبقى قفية كتير من الغيء من الحاجات المفيدة كمان للعصير بتاع الأناس والكيو اللي هي العصير الاستوية دي إنها بتخلي الجسم يبقى فيه نسبة ترتيب عالية نسبة الترتيب العالية ديت بنحتاجها في الشطة وفي الحر انتو عارفين اللي يامل فاتو كان الجاو عندنا هنا في مصر حر بزيادة عشان كده بنحاول ندي عصير مرتبة للطفل هصير الأناس والكيوي دو بيكون من الحاجات المرتبة جدا بالنسبة للطفل بيفيدوا بنسبة كبيرة في فصل الصيف طعمها كويس مش هتضايقوا في الآخر حاول تتديها للطفل بصفة يومية أو حصتين ثلاثة في الأسبوع عشان ما يزهقش هتبقى حاجة مفيدة جدا وما تنسيش تاكل الأناس انت كمان عشان العظم المفاصل بتاعتك ما توقضيش تشتكي كل شوية في الآخر بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملونا لايك وشيل الفيديو تشتركونا في القناة لو انت على اليوتيوب وتعملونا فلول الصفحة لو انت على الفيسبوك ولو احتاجتو اي حاجة سبقى في التعليقات وانا هرد عليكم بقدر الان كان شكرا لكم